and في اختبار الطوفل تعمل كعمل الميزان يعني لازم يصار and يكون نفس يمين and يعني and لو على يصارها noun لازم يكون علي منها noun and لو على يصارها noun plural يبقى لازم يمنها noun plural and لو يصارها noun singular يبقى لازم يمنها noun singular لو and على يصارها adjective لازم علي منها adjective لو and على يصارها verb لازم يكون علي منها verb طيب يعني ايه دكتور عبد الرحمن هو هنا بيحاول pay your attention يلهيك عن الحل الخفيف البسيط يديك كلمات تقيلة شوية كلمة مثلا electromagnetic inventing يديك كلمات ممكن تلفت نظرك مع ان الاجابة بيكون خفيف طيب اذا اجابة السؤال ده دكتور عبد الرحمن اجابة السؤال ده شنو الاجابة بيكون الاجابة بيكون خفيفة مفروض مفروض لان لان على يسارها في هنا مفروض يكون في هنا ناون رقم بي ناون يس ده جاي في الاختبار طيب ده او او بتربط بين حاكتين فيهم انسجام في المعنى طبعا على عكس كلمة ايه بط كمعنة طبعا اليمين بط عكس يسار بط اوكي دي مهمة وبتيجي في الاختبار اه جاي في الاختبار حروف الجر جاي في الاختبار وخلي بالك بعد اي حرف جر بييجي ناون او جيران معده طبعا حرف الجر طيب لما حب احل السؤال اللي هو ده الاجابة اي ولا بي ولا سي ولا دي جايب لك كلمات تقيلة scientific academic والاجابة بيكون خفيفة وبسيطة الاجابة شنو سو يس اه فروم انتفقنا بعد فروم او اي جر مجرور بعدين ناون او جيران هنا مفروض كان يقول ذي 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 ذي